اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار من القناة الوطنية الاولى ونستهلها بالعنوين وزارة الصحة تتسلم اجهزة تنفس في شكل هيبة من جمعية الناشطة في الخارج وتصنيف الوضع الوبائي في عشرين ولاية بالخطير جدا وزارة التربية وجامعة التعليم الاساسي تتفقان على اقتصال تدريس المواد الاساسية بالنسبة لأقسم التعليم الاساسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الانقطاعات المتواترة لمياه الريب المنطقة السقوية على سد بوهرتمة تهدد نشاط الفلاحي وتزيد مخاوف الفلاحين مع حلول موسم الزراعة السقوية سجلت وزارة الصحة بتاريخ امس الاول الجمعة احدى وستين حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء الى عشرة الاف ومائتين واحدة وثلاثين حالة كما سجلت الوزارة وفق بلاغ النشرته مساء امس السبت الفين ومائتين وتسع وعشرين اصابة جديدة بالفيروس التاجي وذلك اثر اجراء ثمانية الاف ومائة وخمسة وخمسين تحليلا مخبريا واجتمعت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا امس من اجل تقديم مقترحات للتوقي من السلالات المتحورة لفيروس كورونا في ظل انتشار السلالة الجنوب افريقية في ليبيا وسلالة البرازيلية في فرنسا وفي هذا السياق استبعد وزير الصحة فوز المهدي على هامش تسلم وزارة الصحة هبة تتمثل في حقائب لاجهزة تنفس من جمعية ناشطة في الخارج استبعد غلق الحدود مع ليبيا وفرنسا في الوقت الحالي حسيلة وفاية قياسية هي الاهل منذ بداية الجائحة في دونس سجلتها وزارة الصحة خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة حيث تم بتاريخ الثاني والعشرين من هذا الشهر تسجيل مائة وسبع حالة وفاة جديدة الى شانب تسجيل اكثر من الفي اصابة وضعية وبائية وصفتها النطيقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالخطيرة خاصة مع بلغ التحاليل الايجابية نسبة ثلاثين بالمئة او اقصر في بعض المناطق كل يوم يدخل اكثر من مئة مريض جديد للمستشفى في اقسام الاكسجين ولا في اقسام الانعاش لكل مؤشرات اللي الوضع هدايا اختير واختير برشا فما برشا ولايات فيها معانتها مصنفة في الوضع الوبائي خطير ومعتفع ومرتفع جدا برشا عشرين ولاية ببريل كلهم مرتفع جدا وفما عندها تونس كاملة هي تورة فيه بالنسبة للوضع متاحها حالة مرتفع برشا وزير الصحة من جهته اكد ان الوضع الوبائي خطير ويتطلبوا الالتزام بالاجراءات الويقائية مستبعدا في الوقت نفسه غلق الحدود مع ليبيا وفرنسا في الوقت الحالي رغم انتشار السلالة البرازيلية وجنوب افريقيا في البلدين حاليا الى حد الآن اللجنة الوطنية ما قررتش غلق الحدود الاجتماع جاية تطرح الموضوع اللجنة الوطنية التي قررت هذا قررت سيادي بتاع سياسي مستح وفي وقت يزد فيه الضغط على المستشفيات وعلى اقسام الانعاش التي بلغت طاقتها القصوى تسلمت وزارة الصحة بتنتمثل في حقائب اجهزة تنفس من طرف جمعيات ناشطة في الخارج مهمة متاع الهذاية المعنى السيباب دبوسيناك هي تنجم تعاون المريض على التنفس قبل ما نعملونه التنفس الاصطناعي يلزم كل سبيتار عنده السيباب هذي باش ينجم يعالج في البقعة متاعه في المستشفى متاعه المريض قبل ما يعديه المستشفى كبير وقسم انعاش ومن مزاياها انها تستعمل بالنسبة للكورونا وتستعمل لمرضى القلب وتستعمل كذلك للغرقة وثم انها من مزاياها انها تستعمل في كل حيط موجود فيه نقطة اكسجان وكل أمبيلونس كذلك تستعملها وامام النقص الحاصل في مخزون الاكسجان كد وزير الصحة ان تونس تورد بشكل استثنائي كميات اضافية من هذه المادة من الجزائر ولكسر حلقة العدوى بفيروس كورونا في بعض جهة البلاد قررت السلطات الجهوية اتخاذ عدد من الاجراءات الاستثنائية ومنها قرار غلق معتمدي تقليبية لمدة أسبوع اثر اكتشاف عشر بؤر عدوى لفيروس كورونا لا تزال عدوى الاصابة بفيروس كورونا في نسق تصعدي في مختلف جهات البلاد فهي مدينة قليبية حيث بدت الحركة فيها شبه منعدمة والسبب قرار غلق المدينة لاكتشاف عشر بؤر بالفيروس كورونا السلطات الجهوية بنابل قررت منع التنقل من وإلى مدينة قليبية ولمدة أسبوع واتخاذ عدد من الاجراءات المصاحبة كما طالبت المواطنين بالجهة التقيد باجراءات التوقي الفردية والجماعية من فيروس كورونا كجراءة مساحبة لهذا قرار هذا المنع لكسر العدوى ومنع مزيد انتشار هذا الفيروس متمثلة في رفع الطاولات والكريسي بالنسبة للمقاهي والمطاعم منع انتساب السوق الأسبوعية تعليق نشاط قاعدة الرياضة والحمامات وهذا يقعد ديمة بدينا وبيديكم وذلك بإعانة الصلاة المحلية والصلاة الأمنية خاصة في تطبيق الجراءات التي تم اتخاذها أخيرا غير بعيدا عن جهة نابل وتحديدا في ولاية زغوان حيث قرار والي الجهة بالتنصيق مع المصالح الصحية غلق المقاهي والمساجد في مطاقة الضربنية التابعة لمعتمدية النظور ولمدة 14 يوما وذلك إثر تسجيل عشرين إصاوة جديدة بالمنطقة بغية كسر حلقة العدوى أوافق بلي قرار والي الجهة بالتشاور مع عضاء اللجنة المحلية مجابهة فيروس كورونا اتخذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من انتشار العدوى بمنطقة البلدات التابعة لمعتمدية كبلي الجنوبية تشمل بالأساس تعليق صلوات الترويح والجبع بداية من اليوم وعلى امتداد عشرة أيام علاوة على رفع الكراسي بالمقاهي والاقتصار على تسليم المشروبات ثم المغادرة تيلة ذات المدة وقد توصلت وزارة التربية إلى اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي ونقابة المتفقدين التربويين ينص على الاقتصار على تدريس المواد الأساسية لتمكين المدرسين من استغلال الزمن المدرسي حتى إنجاز الامتحانات كما تم الاستغناء عن الامتحانات التطبيقية للبكالوريا باستثناء مادة الإعلامية توصلت وزارة التربية إلى اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي خلال الفترة المتبقية من العامة الدراسية إلى جانب التخلي عن تدريس باقي المواد غير الأساسية التي تشمل مواد التربية والفنون والتاريخ والجغرافيا من أجل تمكين المدرسين من استغلال الزمن المدرسي من الثالث حتى الثلاثين من جوان لتمكين التلاميذ من التعلمات اللازمة لإنجاز الامتحانات هذا وسيتم إنجاز الاختبارات الكتابية ياما 16 والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين من جوان على أن تجرى قبلها بأسبوع الاختبارات الشفاهية أي بتأخير أسبوع لكل من الاختبارات الكتابية والشفاهية بالمقارناة مع الرزنبة السابقة ومن المبرمج أن تنجز عملية الإصلاح من الثاني والعشرين إلى غاية الخامس والعشرين من جوان كما تقرر الإبقاء على نفس موعد تاريخ بداية العطلة الصيفية يوم الثلاثين من شوان ويبقى تطبيق هذه القرارات متصل دائما بمستجددات الوضع الوبائية وقرارات اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا وفي السيق المتصل النكد الكاتب العام للجامعة العام للتعليم الثانوي لسعد لعقوب اليوم أنه تم الاتفاق بوزارة التربية على الغالة الامتحانات التطبيقية للباكالوريا باستثناء مادة الأعلامية في شعبة الأعلامية وذلك إن تمت العودة بالمرحلة الاعدادية والثانوية يوم الثلاث من مايا المقبل وأشر لعقوب أنه تم الاتفاق إلى جلسة خاصة بترتيب العودة بالمرحلة الاعدادية والثانوية على تأخير الباكالوريا البيضاء بأسبوع لاستكمال البرامج بالإضافة إلى المحافظة على موعد إجراء الامتحانات الوطنية للباكالوريا والتاسعة وذلك في صورة العودة إلى مقاعد الدراسة يوم الثلاث من مايا المقبل فلاحيا الآن وتزامنا مع انطلاق موسم الزراعة السقوية تتعاظم مخاوف الفلاح في ولاية جندوبا في المساحات السقوية المتاخمة لسد بوهرتمة وسد سيد سالم خاصة من تأثر نشاطهم الفلاحي بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الرأي انقطاعات متكررة لمياه الرأي بالمنطقة السقوية على سد بوهرتمة بولاية جندوبا وخاصة بالمنطقة السقوية ببوسالم انقطاعات أثرت بشكل كبير على نشاط الفلاحية وزادت في مخاوف الفلاحيين مع حلول موسم الزراعة السقوية انقطاعات قصة المياه في نهارين ومعتي في نهارين احنا مثلا في الفريز يلزمنا عاديو اسمده في كل جماعة انا اربعة بساجات متاع اسمده اللي هو يعملنا مشكلة متعجزة كبيرة بش نجم ونخدموهم هذوك معنى الفريز يستهل اكثر مياه معناها يستهلك اكثر المياه ووقتها بش تولي تنجم حتى تتسبب اضرار للفريز اللي هو ما صار فينا عليها ما حتى تبقى يعمل نجميش نزرعوهم سنيع على خطر نبهوا على انه المياه بش تدامك توعدوك ستمون كاقانيه هذي كبتبيعة للفلاح للفرنسور متاع الدوايات للمعمل اللي بشي شري اللي كنا بش نعملو احنا بالكونتراتو مع المعمل شفتوا ذرار كيفاش نتاع القمح والناس كل بصراحة يا ابو برشا لحسب الجمعية خاصة الجمعية هذية رأي كان حلوا المياه فانها للنظامة يقع عطب فيها الشبكة هذية نقولوا نبقوا اربع ايام وخي ما نسقوش حتى نجي سلح تكرروا الاعطاب وتقادموا شبكة مياه الري ساهمت حسب الفلاحين في هذه الانقطاعات مثل ما ادت الى ضياع كميات هامة من المياه في الوقت الذي تشهد فيه مختلف السدود والمنشآت المائية تراجعا في نسب الموارد المعبئة ولا مجردين تعال عباد معناها ما في مليش بالقرارات اللي ثم ماء ولا ما ثمش ماء صحيحة وثم بلغات صدرك ماء صدرك متأخرة لان الموسم زراعي السيفي يتبرمج مش تاعتبرمج المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اكدت العمل على ضخ كميات من المياه من سد بربرة في اتجاه سد بوهرتمة داعية الى عدم زراعة النباتات التي تعرف باستهلاك كميات كبيرة من المياه حصتنا بالنسبة للجندوبة هذه سنة هي 54 مليون متر مكعب وحاليا قاعدين محترمين هذه الحصة وسنعمل الراحترام هذه الحصة لتمكين تقييم الفلاحة من حاجياتها من مياه الرئي بالنسبة للفصل الخريفي أو الشتاء أو الربيعي لحدرين معناش إشكال بالنسبة للإستعداد للزراعات الصيفية وهذا هو الإشكال أنه تم إعداد بلغات وعديد الاجتماعات مع المجامعة المائية وممثلية مع المهنة لتحديد المساحات السقوية في الفصل الصيف وخاصة تلافي زراعات المستهل الكلمية وتهد المنطقة السقوية على سد بوهرتمة من أهم المناطق ضمن منظومة الفلاحة السقوية في بلادنا حيث تفوق مساحتها الجملية 25 ألف اكتر في أخبار العالم وصف رئيس الوزراء الفرنسي جونكاستيكس أمس السبت مقتلة موظفة إدارية في الشرطة في منطقة قرب باريس بالهجوم على الجمهورية الفرنسية وفي تعقيب على الواقع أيضا قال الرئيس إمانويل مكرون إن فرنسا تعرضت مرة أخرى لهجوم إرهابي وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن في تغريدة على تويتر أن المحققين احتجزوا ثلاثة أشخاص بعد الاشتباه في سلاتهم بالهجوم وكانت ضابطة شرطة فرنسية قد قتلت الخميس في هجوم بسكين تعرضت له فيما تم إطلاق النار على منفذ العملية وقتله في أخبار الرياضة ضمن نادي حمام الأنف رسميا عودته لمصف النخبة بعد موسم واحد من مغادرته إثر فوزه على أم الجربا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهم اليوم بالملعب الأولمبي بالمنزه ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الصعود من بطولة الرابطة المحترفة الثانية وافتتح فخر العمدوني تسجيل مع انقذاء الربع الساعة الأول فيما ضاعف عودي بالحاج نتيجة في الدقيقة السابعة والسبعين ليحتل نادي حمام الأنف صدرت المجموعة الأولى بسبع نقاط من انتصارين وتعادل تأهل الإسباني رفايل نادال المصنف ثالثا عالميا للدور نصف النهائي من بطولة برشلون الإسباني المفتوحة لتنس المحترفين إثر تغلبه على البيطاني كاميرون نوري المصنف 58 بمجموعتين دون رد نادال سيباري في الدور نصف النهائي مواطنه قبل قرينو بوستا بهذا نصل المشاهدين إلى ختم نشرة ونذكركم بالعنوين وزارة الصحة تتسلم أجهزة تنفس في شكل هيبة من جمعية الناشطة في الخارج وتصنيف الوضع الوبائي في عشرين ولاية بالخطير جدا وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي تتفقان على اقتصال تدريس المواد الأساسية بالنسبة لأقسم التعليم الأساسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الانقطاعات المتواترة لمياه الريب المنطقة السقوية سد بوهرتمة تهدد النشاط الفلاحي وتزيد مخاوف الفلاحين مع هلول موسم الزراعة السقوية في الختام إليكم مننا أجمل تحية وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر